مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل مصبحين وممسين وبكل خير حبايبي اليوم الفيديو تبعتي رح هيكون مو ماسك رح نتعرف على افضل الفيتامينات اللي تحتاجها بشرتنا عشان انحافظ على البشرة تبعتنا الماسك الحالو ما ينفع نهائيا لازم انغذي البشرة تبعتنا من الاعماق عشان يستفاد جسمنا من الداخل ومن الخارج في كتير خوات ما بيعرفوا كيف يحافظوا على بشرتهم من الفيتامينات اي واحد من هب ودب يجي نقول لكم استعملوا فلان حتى انا استعملوا هذا الفيتامين هذا الفيتامين هذا الفيتامين تروحين تشربيه على طول انا من اقول هاي الفيتامينات محتاجتها الجسم في طبعا لازم انت سوين الفحوصات وشوفين جسمك شو فيه نقص من فيتامينات لو كنت تعانين من بشرة ما بتستجيب الي الماسكات وهذه تروحين على الدكتور تبعتك قولي لا اردى شوف جسمي شو نقص فيه من فيتامينات وهو رح يحكيلك اما عادة يعني هسا انا مرايح افاحصة وشايفة شو العدي النقص والهادي لا انا بعرف العدي الغدة واهل الغدة دايما يكون عندهم نقص بالفيتامينات فيحتاجوا الى فيتامينات هسا بحكي لكم ياها اما النساء العادي معدهم يعني امراض الفيتامينات السي ممكن تاخذيه عن طريق البرتقال يعني تكريم برتقالة عن طريق تشرب كاسة عصير برتقال لا تشربوا العصير البرتقال للمحلة هيك انت شوف نقولين ضريتي جسمك بزيادة حاول يجيبي برتقالة وعصريها بيدك واشربيها رائعة جدا حبايبي للبشرة حبايبي تعرفون انتو وجود كتير من الكريمات الرائعة بالسوق ومبادات للشيخوخة وهذه الكريمات كتير حلوة للبشرة بس حبايبي هذا ما بينفع احنا نستعمل الكريم حتى لو كان 300 دولار 400 دولار 500 دولار بشقد مكان حطيتي فلر حطيتي بلازمة حطيتي شي وانتي جسمك من الداخل محتاج تغذية لازم نغذي بشرتنا مو بس بشرتنا جسمنا من الداخل لازم اول شي نغذي جسمنا لان الجسم يحتاج الى تغذية صحية لانك اذا انتي سويت تغذية صحية الجسمك راح تحصلي على بشرة رائعة رائعة جدا وتحمي جسمك كمان من جميع اخطار الامراض وبنفس الوقت حبايبي شو نقولون شو هي الشغلات الصحية مثل البروتين اللي مثلا الاسماق وهيك شغلات ضرورية ضرورية للجسم الاسماق ولو بالاسبوع مرة تاكلية عندك كمان مثلا الخضروات الخضروات الورقية مثل الخاس السبانغ كل اشي ورقي اخضر اقلي رائع جدا الاخيار ان شاء الله هاي مورقية كمان تاكلية الفواكه كمان رائعة رائعة جدا اكو فواكه كثير احنا نخاف من عدها مثلا خاف تنصحين بس اتي تنصحين لو اكلت كيلو من عدها باليوم انتي لو يوميا تخصصي لك فاكهتين يعني سوي لك برنامج يوميا فاكهتين مثلا الموز رائع جدا للنظارة رائع جدا اليقطيل لو اختيلت قطعة هيك واكلتيها بدون اي اشي كمان رائع جدا بدون مستوية واي اشي الاخيار رائع جدا كتير شغلات كثير حلوة للجسم حبايبي لازم نحاول نغذي جسمنا زي ما قلنا من الداخل قبل ما بنحط اي اشي على بشرتنا لان بشرتنا تأكدي انك جسمك من الداخل محتاج الى تغذية عميقة اشان تحصل على نظارة وحماية من الشيخوخة فاليوم راح اضطيكم مكملات غذائية مكملات غذائية يعني بحالة اليوم انتي ممكن تحبين مثلا تاقرين السمك ممكن تشربين الاوميغا ثري احنا قلنا الزيوت او الفيتامينات اللي تحتاجها جسمنا الام قثري رائع رائع جدا رائع جدا بكل الامور مثلا بدك الزيلين الدهون الثلاثية من جسمك رائع جدا لازالة الدهون الثلاثية اتي حابة تنحفين لو استعملتي مدة 3 اشهر يوميا طيب يوميا حابة تكون حبايبي الف طلوا الف انا ما قاعدة تسوي دعاية ابدا للمنتج بس الف حبايبي يوميا حابة قبل النوم بالليل حيبلش يشتغل جسمك يحرق دهون فراح تساعد الجسم على حرق الدهون اما اذا كنتي نحيفة طيب وانتي من النوع النحيفة وما حابة تنحفين اخذي بين الوجبات اخذي لك حبة بين الوجبات رائع جدا حبايبي لحماية الجسم من جميع المشاكل للصيب الجسم الامجا ثري حبايبي يقلل الالتهابات ويقلل حب الشباب ويحافظ على نظارة البشرة ونعومتها ويحمي البشرة من التجاعد اللي بالصيب البشرة وشيخوخة الجلد اول اشي هيتعرفنا على الاوميغا ثري محتاجة جسمنا لازم تاكلين كمان اذا ما تحبين السمك مو مشكلة او ضيب الاوميغا ثري واذا تحبين السمك كمان تشربين الاوميغا ثري رائع جدا حبايبي للجسم ادنا ثاني اشي هبايبي فيتامين اي فيتامين اي رائع جدا حبايبي يمنع جذور الحرارة اللي بالبشرة اشي هبيبت اي شو بيعمل لها اشي هبيبت اي مخسطنة افونا على القطاع لتكوين حبايبي خلايا جديدة نظيفة ينظف الجسم حبايبي من اي مقروبات او التحابات الطريقة اليوم تبعتي رح اعطيكم مياها كمان كماسك او زيت للبشرة رائع جدا ما ردي ااخد تعليقات كتير حكيت حكيت مشانكم انتو عشان تتعرفوا على كل شي كيف تتستعملوا بحياتكم اليومية رح نستعمل حبايبي قلنا فيتامين اي ممكن تخلطي مع زيت جوز الهند ممكن تخلطي مع اي زيت زيت جوز الهند مع زبدة الشياء مع زيت الزيتون مع اي زيت مع انو زيت الزيتون فيه يعني شو نقول فيه كمان زيوت يعني شو نقول اللي تحتاجها البشرة فيه كثير شغلات رائعة جدا للجلد للبشرة ورائعة كمان للجسم فيتامين اي انا عندي كتير وصفات ممكن تشوفوها مستعملتها من فيتامين اي اه ومسويت لكم فيها كثير ماسكات طيب قبل ما ابدو بقم قاتري طيب فيتامين سي شون رح نكونه فيتامين سي رح نكيف نقدر نسويه زيت سويت فيتامين سي زيت من عنده رائع رائع جدا تاخدين قشور البرتقال قشور البرتقال اتنشفيها اتنشفيها جنب التدفية جنب الصوبة هيك وتقاعدة سيبيها يومين ثلاثة بالمطبخ رح تنشف عندك بعديها حبايبي بتحطيها بعلبة قزاز وتضيفي عليها زيت الزيتون وتسيبيها بالمطبخ عندك بالبوفي اسبوعين ثلاثة رح يصير عندك زيت فيتامين سي رائع رائع جدا لو عندك جو كتير بارد ومدى ينشف في البرتقال ممكن تبرشين القشور تبرشيها هيك سويها شون مبروشة وتحطيها على صنية زين وتخليها تنشف رح تنشف معاك بسهولة وتستعمليها كمان للبشرة رائع جدا لتبييض البشرة لشد البشرة لتشديد الكولاجين بالبشرة يومي للبشرة أما الأوميغا ثري أنا عملت من عنده وصفة رائعة جدا وأنا من محبين الأوميغا ثري للبشرة لأنها أي أخوت بعد الأربعين تحتاج للأوميغا ثري للبشرة يعني تشربيها وبنفس الوقت تحطيها على بشرتك والمحبته ممكن تفتحيها وتأخذين وازيت وزيطيها بدون لي olduğ حتى أسم Sang بت forge على البشر صح بها راحة أعملى ثري طيب ما بتحبين ريحة السمك وتقرفين منهم رح تاخذين كابسولتين فيتامين ايه كابسولتين فيتامين افوان 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 من كثر ما حكيت ناس كابسولتين من اوميغا ثري كابسولتين من اوميغا ثري تحطيهن بعلبة يعني هيك قزازة صغيرة رح نخلي معاها حباي بثلاث حبات اربع حبات من الهيل الحبهان يسمو كمان الهيل بالعراق بالدول العربية اكيد هيل طيب اللي نحط هذا مع القهوة الهيل فالأربع خمس حبات ما فيه مشكلة وتحطيلك كابسولتين اوميغا ثري كمان واذا عندك ينسون او نجمة الينسون كمان هيك فد وحدة ينسون اذا عندك تاخذين هيك شوية قليل هيك واذا عندك نجمة الينسون نجمة وحدة من نجمة الينسون وحطيه على زيت الزيتون وخليه هيك بعلبة كتير صغيرة وخليه بالثلاجة برا ما فيه اي مشكلة يعني بعلبة هيك صغيرة حبايبي و سيبيه طيب ثلاث اربع ايام او اسبوع بالافضل وراح تروح رائحة ابدا تحدي ما رح تشمين الاميغا ثري نهائيا ممكن سوين الاميغا ثري شوفوا انا هون شمسوية امسوية ورق الغار ثلاث اربع حبات من لبان الذكر وكابسولتين من فيتامين من فيتامين اي ممكن تسوون معا او اذا ما حبه فيتامين اي تحطين الاميغا ثري معا رائع رائع جدا طريقة سهلة وبسيطة وتغذية عميقة للبشرة اتمنى انه هذا الفيديو نال ارضى الجميع واتمنى منعتكم انكم تعملونه لايك وشير واشتراك ودائما تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شي حلو وجديد من قناتي ومع السلامة